السلام عليكم في فيديو جديد مع إيزي إنجلش فتنانسي النهاردة سأعلمك كيف تتكلم زي الأجانب تعال نشاهد مع بعض درس النهاردة بعنوان إنفرمال كونتراكشن ماذا يا نانسي أنت هتدخلينا في جرامر وشيئات؟ لا خالص لكن لابد أن أقول لك أن هذا الدرس الذي سنقضي النهاردة إنفرمال يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي أنا هقول لك النهاردة ما ينفعش تستخدمها لو عندك مثلا إنجلش هامرك أو أساينمنت أو لو مثلا بترسل جامعة وعايز تقولهم أن أنت شوطر في الإنجلش لا ما ينفعش تستخدم الكلمات دي في الحاجات اللي هي الفورمال ذي الفورمال لترس أو إيميال دي بنستخدمها في السبوكين إنجلش أكتر من الرتن يبقى اتفقنا على أول حاجة ثاني حاجة هيفيدك في إيه درس النهاردة؟ حاجتين يعني لو تكلمت بالكلمات دي هيبقى أقل بيسمعك حيث أن أنت بتكلم زي الأجانب ثاني حاجة هيفيدك في اللسنين حاجتين هتقدر أن أنت تفهم الأجانب بصورة أول وتعال ونبدأ مع الله أول كلمة معنا النهاردة هي كلمة وانا وانا مختصار وانت تو يعني أنا أريد وبيجي بعدها البرب في الإنفينيتف فورم أو في التصريف الأول بتاعه يعني بتقول I wanna go We wanna drive They wanna learn You wanna do your homework يبقى يبقى فيه two common mistakes في الحيثة دي يبقى فيه ناس بتقول wanna to wanna to ما ينفعش لأنه wanna أصلا اختصار أو تجمية want to مع بعض فما ينفعش أقول wanna to كأنك قلت في الجملة want to to يبقى خلي بالك دي أول غلطة تاني غلطة الناس بتستخدم البرب في الجرمان فورم أو بيبقى فيه البرب ING مثلا I wanna going I wanna learning لا خلي بالك البرب في الإنفينيتف فورم محدش سأل السؤالي اللي أنا كنت مستنية فين هي وشي وإت هي وشي وإت زي ما احنا عارفين ده بنقول عليه third person الفعل بنحط له S فما بنقولش he want بنقول he wants she wants okay فلما الناتب سبيكر بيقى يعني يحط wants to مع بعض بينطقوها wants to wants to okay she wants to go she wants to go okay he wants to drive the car okay يبقى wanna wants to wanna wants to تاني كلمة معنا كلمة gonna 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 اختصار going to going to going to يعني احامل حاجة or زي بتستخدمها زي will okay يعني سوفة سوفة أفعل حاجة معينة زي ما قلنا مع wanna مع gonna برضو الverb اللي بيكي بعدها بيكي في الإنفينيتف فورم بس في حاجة مهمة جدا ما تنسوهاش verb to be ما بقولش I'm gonna بقول I'm gonna I'm gonna وبنستخدم the contracted form لأن دي طريقة احنا بنحاول نتكلم بسرعة زي الأجاند فمش هتقول I am gonna no اوكي هتقول I'm gonna I'm gonna He's gonna She's gonna You're gonna We're gonna They're gonna You're gonna Okay So مدنسوهاش الverb to be تعالي ناخد بعض الإنفين I'm gonna travel tomorrow I'm gonna travel tomorrow أنا هسافر بكرة Don't worry She's gonna be okay Don't worry She's gonna be okay ما تقلقيش هي هتبقى كويزة شفت فيلم في السنما فابقولك You're gonna love it You're gonna love it If you jump You're not gonna wake up Remember You're gonna die If you jump You're not gonna wake up Remember You're gonna die تالت كلمة معينا كلمة gotta gotta okay كلمة gotta اختصار have got to have got to gotta okay gotta لما تنتقها double t مش بنقولها gotta okay بتقولها gotta gotta يعني التي تنتق زي الدي زي ما قلنا مع wanna we're gonna بيجي بعديها برضو الverb في ال infinitive for خلي بيلك ان انت a verb to have okay I, we, they, we, you بياخدو have he, she, it بياخدو has فتعالوا ناخد examples I've gotta go I've gotta go She's gotta work tomorrow She's gotta work tomorrow I've gotta get back home I've gotta get back home I've gotta get back home رابع كلمة معينا هم actually هنقول كلمتين بس هم شاهوا بعض خلص هنخليهم بعض رقم اربعة هم have to have to have to have to have to has to has to have to I, we with they with you has to he he with okay ممكن نقول ايم I have to go انا لازم امشي okay she has to learn she has to learn and it doesn't have to be me then you have to show Arthur خامس كلمة معينا كلمة don't know don't know اكيد سمعتها كثير جدا في افلام اجنب don't know اختصار don't know don't know ودي بتستخدمها بس مع I, we, they, we, you ليه علشان دول بياخدوا don't okay مينفعش تخدمها مع he, she, it علشان بياخدوا doesn't very good okay so بتقول حد يسألك على where are my car keys هتقول له i don't know i don't know i don't know okay i don't know i don't know combination i don't know combination سادث كلمة معينا هم برضو كلمتين نحطهم مع بعض عشان شبه بعض خالص كلمة give me let me okay give me let me give me give me give me let me let me okay give me something يعني ديني حاجة okay give me that give me the pen okay let me let me يعني خليني عمل حاجة let me help you خليني أسعدك let me show you خليني أوريك حاجة okay give me the gun give me the gun give me the gun give me the gun let me ask you something let me ask you something let me ask you something سابع كلمة معنا كلمة let you let you let you let you let you okay يعني أخليك أو أسيبك okay دي بنقولها مثلا example ممكن أنت سابعتي وقادة معي في البيت فأعيز أقولك لا مش هتيبك تمشي فأقولك إيه I'm not gonna let you go I'm not gonna let you go I'm not gonna let you go في هنا حكتين gonna اختصار going to let you اختصار let you I'm not gonna let you go ثمن كلمة معنا كلمة copper copper اختصار cup off بيجي وراها مثلا cup of tea cup of coffee okay فممكن حد يقولك تحب نتقابل نشرب شي مع بعض يقولك would you like to meet up for a cup of tea would you like to meet up for a cup of coffee okay cup of tea cup of coffee okay وساعدها كمان التي والكافي بيكنسلوهم خلص مش بيقولوهم ويقولك would you like to meet up for a cup of tea would you like to meet up for a cup of coffee خلاص لبا انت فاهم انت انت تقابل نشرب حاجة مع بعض كلمة kind of kind of كلمة kind of kind of kind of okay يعني نوعا ما نوعا ما نوعا ما ممكن مثلا حد يكلمني بطريقة ويقوله you're being kind of rude you're being kind of rude you're being kind of rude يعني انت طريقتك واقهة او مش مهزبة نوعا ما ممكن تقول مثلا فاركت على عرضة او حاجة ومش عقبة this show is kind of silly this show is kind of silly this show is kind of silly يعني الشو ده او العرض ده بايخ شوية okay kind of kind of kind of kind of on to a rough patch kind of on to a rough patch آخر كلمة معانا رقم 10 كلمة ain't انت دي بقى بصوا يعني بتتقل في الافلام الامريكان موويز كتير جدا بيستخدموها في ال negative form او في النف وبص حطها نف في اي حاجة يعني بيستخدموها am not is not are not has not have not كل ده ممكن تشيله وتحط مكانه ain't i ain't gonna help you بدل ما تقول i'm not going to help you i ain't gonna help you he ain't leaving the house he ain't leaving the house بدل he's not leaving the house okay exercise time دلوقتي دي حتة المهمة جدا هقولك الكلمة بالطريقة اللي هي العادية خالص وانت دوس pause في الفيديو وقولي زي انت تقدر تقولها بالاختصارات اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي رقم واحد he is kind of jealous because we are going to travel together هتقولها زي yes he's kind of jealous because we are going to travel together he's kind of jealous because we are going to travel together kinda gonna رقم اتني are you coming to the party tonight are you coming to the party tonight i don't know i've got to work tonight i don't know i've got to work tonight هتقولها زي رقم تالية do you want to go do you want to go do you want to go اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب channel are you going to subscribe to my youtube channel i know you will اعملوا سبسكرايب with turn on notification اضغطوا على الجرس لكي توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اشوفكم الفيديو بديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة